نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 2103 لسنة 2023 والذي تضمن في مادته الأولى استبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في لوائح والقرارات كما تضمن القرار تعديل مسميات المدريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة